وفي سياق تفعيل مبادرة المؤسسة الدبلوماسية وسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط التضامنية المتمثلة في توجيه دعم الحفل الخيري الدبلوماسي السنوي لفائدة الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية وخيرية لفائدة ضحايا زلزال الحوز تم اليوم بالرباط تنظيم حفل لتقديم هذا الدعم عماد أمسمير وعبد الرحيم في لول دعم الساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والتخفيف من معاناتها عبر توزيع دعم مادي لفائدة جمعيات تنشط في المجال الخيري والاجتماعي بعدد من المناطق هو هدف هذا الحفل الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بشراكة مع سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط يستفيد من هذا الدعم عشرين جمعية من الجهات المتضررة من الزلزال وهذه الجمعيات تشتغل في مجال المرأة القروية وفي مجال كذلك دعم الطفولة وكذلك دعم المركبات الاجتماعية وبصفة عامة دعم الساكنة اللي في وضعية هشة عشرون جمعية استفادت من هذا الدعم المالي واستحوله إلى مبادرات تضامنية لفائدة الساكنة خاصة الفئات الهشة بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز خذينا هذا الدعم هذا باش نعونوا بهذك الوليدات اللي عدنا بهذك المجراء الزلزال اللي كان غرب الحوز وباش هذك الدراريته هم يستفلوا من هذا الدعم هذا مبادرة طيبة بزاف اللي الحمد لله يعني كتحفزنا أكثر فأكثر أننا نزيدهم قدموا الداعم وكل ما في جهدنا أننا نضب هات الشريحة لتضررت من جهة الزلزال اللي يوقع ونحن من الناس اللي كنا في البلايس ديال الزلزال وقفنا على بزاف ديال الأشخاص اللي هم محتاجين تماء بزاف ديال الدعم هي مبادرة ستساهم في مدية العون والمساعدة لعدد من الأسار في مجالات متنوعة كالطفولة والشباب والنساء بمناطق مختلفة ترجمة نانسي قنقر